تركيب النواة النواة هي الجزء الأكثر أهمية داخل جميع أنواع خلايا الكائنات الحية باستثناء البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة فهي مركز الخلية والمسؤول عن القيام بوظائف الخلية من تخليق البروتين وانقسام الخلية ونموها وتكاثرها والسؤال الآن هل تعلم مما تتركب النواة؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا تعتبر النواة أكبر أجزاء الخلية حيث تمثل عشرة في المئة من حجمها وتتكون من عدة أجزاء وهي الغلاف النووي السائل النووي المادة الوراثية النوية أولاً الغلاف النووي وهو غلاف مزدوج الطبقات يتكون من طبقة من الدهون الفوسفاتية تفصل محتويات النواة عن باقي محتويات الخلية وسائل السيتوبلازم وتتمثل في الغشاء الخارجي والغشاء الداخلي ويتصل الفراغ الضئيل بين الطبقتين بتجويف الشبكة الإندوبلازمية الخشنة تكمن أهميته في حماية المادة الوراثية الموجودة داخل النواة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث خارج النواة كما يعمل على تنظيم دخول وخروج المواد من وإلى النواة أما بالنسبة للمسامات الموجودة على الغلاف النووي فهي عبارة عن ممرات صغيرة تمتد عبر الغلاف النووي لتسمح بمرور بعض الجزئات ومنع البعض الآخر ثانياً السائل النووي وهو عبارة عن سائل يحيط بجميع محتويات النواة ويوجد به المادة اللازمة لتكوين الحمض النووي DNA والأنواع المختلفة من RNA ثالثاً المادة الوراثية تحوي النواة غالبية الحمض النووي DNA والذي يتجمع على شكل كرومسوم مربوط مع بروتين يسمى الهستامين ووظيفته هي حمل كل المعلومات الوراثية الخاصة بالجسم رابعاً النوية وهي أهم تراكب النواة فهي عبارة عن هيكل كبير في النواة كروي الشكل تتكون من البروتينات والحمض النووي الريبوسومي رايبوسومو RNA وتتمثل وظيفتها الأساسية في صناعة الريبوسومات المسؤولة عن تخليق البروتينات